هنا إذاعة لبنان يتوقف بث إذاعة لبنان ليومي الخميس والجمعة وذلك التزاما بقرار الجمعية العامة التي عقدت اليوم لموظفي وزارة الإعلام يبث هذا البيان بشكل متتال على إذاعة لبنان بعدما أعلن موظف الوزارة الإضراب ومن بينهم الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان فصباح الخميس الساعة السابعة صباحا توقفت الوكالة الوطنية عن نشر الأخبار في إضراب تحذيري يستمر ليومين الخطوة التي صارت هي ليس إضراب من أجل الإضراب هي إضراب لمحاولة تحقيق بعض الحقوق ليس المطالب هي حقوق محققة ومكتسبة ومقدسة لحتى الموظف يبقى على قيد الحياة بس لحتى ما يموت لأنه نحن الموظفين اللي عنا وأنا على رأسه نعم نشتغل بظروف مزرية المعاشات ما فيها لا بيزل إضراب المالية وزارة المالية مدرية الصرفيات المعاش على هزاله ما بيطلع بقى 100 دولار عند الموظف ما بقى رح يقبضه الشهر اللي جاي طيب كيف فيه إدرال حتى يوصل على مركز عمله بدنا نعمل مواقمة نحن بين الإدرال والرغبة بالعمل نحن كلنا فريقنا مندفع وحيوي ونشيط بيشتغل سبع تيام من التنان للأحد ما بيوقف أبداً عشرين ساعة مع الأحد والأعياد وعنده رغبة بالعمل بدافع من الحس الوطني والحس الوظيفة ولكن ما بقى عنده قدرة للوصول على العمل لأنه ما بقى بيتقاضى راتبه أصلاً والراتب اللي كان عم يتقاضى الشهر الماضي والقبله كان عم ياخده بدون بدل نقل وبيظل الغلاء الفاحش وبيظل تراجع القدرة الشرائية عند المواطن كيف بيقدر يستمر هك إذا ما تحققت المطالب أو جزء منه الأسبوع المقبل خميس مساء مثل ما حكينا مبارح بالبيان رح يكون فيه إضراب مفتوح اعتباراً من الجمعة صباحاً إذاعة لبنان أيضاً أوقفت برامجها ونشراتها واكتفت ببث بيان الموظفين إضافة لمقاطع موسيقية لكن نحن بوزارة الإعلام يا خيم ما عطلنا ولا يوم ما عطلنا والوكالة الوطنية والإذاعة اللبنانية والوزارة كلها كمرفق عام بأصعب الظروف استمر العمل فيها بكورونا وكان فيه خطر على صحته للإنسان كان الموظف يجي يداون طبيعي شو طلباتنا؟ أخير نحن بنا معاشات بنا معاشات تقدر تحفظنا كراماتنا كموظفين أنا اليوم إذا بدي أبد معاش مليونان وثلاثة مليون شو بكفيني؟ بكفيني أول أسبوع من الشهر ما بيكفي لأسبوع طب إذا أنا بدي أجي على وظيفتي يومان يومان مع أنه بإزاعة لبنان وبالوكالة الوطنية للإعلام في ناس بيجوا أربعة أيام في الناس بيجوا خمسة أيام ونحن من التنين للأحد شغالين ما منوقف شغلنا ماشي فإذا موظف فاسفد ويجي يومان طيب هلأ بدل نقل نحن مش عم ناخد بدل نقل صرنا خمسة شهر طيب ما بدناش بنزين لنجي على شغلنا في ظل الظروف الصعبة اللي نحن عم نعيشها اليوم بدك صوت توحيدي بدك صوت وطني بدك صوت غير مذهبي غير طائفي إذا وصل الإضراب للقطاع الإعلامي الرسمي ولو بشكل تعذيري فإذا اعتكف الإعلام من ينقل الخبر بأن الوكالة الوطنية لم يوقفها عن العمل أي ظرف انقطع الخبر من الوكالة والصوت في الإذاع لم يعد موجود فإذا أردتم تصفح الأخبار اليوم لا تفتحوا موقع الوكالة لأنها في حالة إضراب وموجات إذاعة لبنان تبث لكم مقاطع موسيقية مع إضراب موظفيها وما هو اليوم تحذيري يخشى أن يصبح مستمرا من استوديوهات إذاعة لبنان في بيروت حسن فقيه أن بي أن